هذا وقد أشاد الأزهر الشريف بالجهود المتواصلة للقوات المسلحة وبسالة أبطالها الشرفاء وتضحياتهم في القضاء على البؤر الإرهابية واقتلاع جذورها من أرض سيناء الغالية أشدد الأزهر على ضرورة مواجهة هذه الجماعات الإرهابية بكل حزم مؤكداً أن هذه الجماعات تخلت عن كل معاني الرحمة والإنسانية وتعمدت ترويع الآمنين وبث الخوف والرعب مشدداً على أن الإسلام بريء مما تمارسه هذه الجماعات المنحرفة من جرائم وقتل وسفك للدماء البريئة